مو ده باي قناة انفوتك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة هنتكلم عن مانس وده اخر اسمه وصلت ان انا اقوله ان بصراحة حتى الان النطق الصحيح دي بطلقبط فيه شوية فعشان كده يعني يعذروني لو كنت بنطقه غلط او بنطقه بشكل مش جيد جدا ولكن نقول عليه مانس وخلاص خلينا في هذا الاسم مانس عمل تحديث جديد البعض سماه image generator انا شايفة ان هو ممكن يكون visual generator ولكن هو اكتر من كده واكبر من كده هو كيه ذكاء اصطناعي بيصمم ويبتكر ويبيع كمان عشانك الحاجة اللي انت عايز تبيعها طب تعالوا نبص على هذه المميزات اللي اصبحت في مانس من خلال بعض الexamples اللي عطاهنا الفيديو اللي تم شرح فيه هذا التحديث الجديد هنا هو عرض اربع حاجات او four use cases تخدمهم اول حاجة انه هو خد صورة كده من مكان فارغ حجرة فاضية وابتدى رفحها وقال له روح على موقع من مواقع اللي هي بتبيع furniture او اثاث وافهم الاسطوب اللي بحبه وبتدي اختار القطعة وابتدى فعلا ان هو يصمم تصميم داخلي ويشتغل interior designer بتقنية 3D وكمان جهز التصميم ورتب الاثاث وعرض النتيجة النهائية وكمان لو قفت على كل قطعة تقدر تروح للرابط اللي يمكنك ان ان انت تشتري القطعة دي دايريكتلي من هذا الموقع هنا طلب منه طلب تاني قال له انا عندي ماركت شاي جديدة حول لي الفكرة لزجاجة الزجاجة دي المفروض انها يعني تبهر الناس وحل اتجاهة السوق واختر الالوان وجهاز لي بخطة كده اطلاق كاملة للسوق تشد الانظار وعمل لي بسترات تسويقية يعني ده برضو طلب تاني طلبه منه وفعلا نفزه ايضا تسكي تالت وهو لو انت عايز تبيع منتجات اونلاين فهنا هو رفع صور ليه منتجات اعتقد ان هذه المنتجات يعني مستخدمة وهو عرضها علشان يبيحها فانشأ له صفحة مميزة بتصميم احترافي وجاهز للنشر ايضا لو انت عندك قصة في خيالك ممكن مانس يرتب لك الفصول ويرسم لك المشاهد ويبني لك القصة حاجات بقى كتير جدا تقدر انها تتعامل من خلال التحديث الجديد اللي مانس النهاردة ان شاء الله هنجرب بشكل عملي كده حسب النقط اللي معنا ما تساعدنا على تنفيذ هذه التسكات بشكل بقى مختلف شوية يعني انا حبيت ان انا اتناول حاجات مشابهة اللي هو اتناولها ولكن بقى يعني بناءا على الموجودة عندي انا او اللي انا عايز اعمله فيلا بينا نروح نشوف بشكل عملي ازاي ان احنا ممكن ننفذ التسكات مشابهة بشكل عملي على مانس اي اي مطرحوش في اي حد هنرجع لكم مرة تانية وارجعنا لكم مرة تانية على مانس دوت اي ام طبعا حطتلك الرابط في الوصف اسفل الفيديو لأول مرة بتسمع عنه احنا كنا تكلمنا من قبل عنده على القناة ترجع للفيديو الخاص بي حتلاقي شرح عنه بالتفصيل حبتدي هنا احط الامر بتاعي حقول له this is an empty living room او this is an empty living room وحرفع له الصورة دلوقتي ولو سمحت زور الاوفيشيال بتاع موقع اسمه مثلا home center to help me find furniture تقدر نهتماتش ال desired style generate a visualization ابتدي ان انت عملي visualization كده مناسب لي كل قطعة وحبتدي هنا ارفع الصورة choose local files وهنا حبتدي طبعا اي صورة طبعا برفعها يعني جبتها من على canva وحبتدي ان انا هنا ادوس enter واشوف هيشتغل ازاي طبعا هو هيبتدي يستخدم التولز بتاعته عشان يبتدي يشتغل كanterior designer يعني مصمم داخلي ويبتدي يصمم لي القطع المفروض تتحط في هذه الحجرة الخالية وايضا اي قطع روح ادوس عليها هتوديني على طول على الموقع هنا بيبتدي analyze الفوتو كويس اوي نشوف الابعاد بتاعت الصورة شغل عمال يعمل updating هسيبه يخلص براحته وحنرجع مرة تانية نشوف النتيجة ايه في النهاية هو خلاص خلص يعني سبع مراحل او سبع خطوات عمل analyzing راح لhome center official website اختار الفرنيتشر منه عمل generate للvisuals كتب brief introduction عن كل item كتب كده ملخص عن كل item وابتدى ان هو يعمل validation للصور الموجودة والinformation ويتأكد ان كل حاجة مظبوطة وفي الاخر خالص قدم لي ال report انا هنا هبتدي ان انا اروح ادوس على create website انا بيقول لي شاركي كinteractive website انا هبتدي ان انا ابص على الصورة حطيلي فيها ايه فهنا زي ما احنا شايفين هنا حط التصميم بتاعه ايه دي الكاويتش والكنبة يعني ويه الكورسي وكل حاجة مظبطة حسب الابعاد الموجودة دي الصورة فقط بعد ما ظبطها هنا اعطوني living room furniture اللي ما هو متعلق بالحاجات اللي انا هحطها جوة living room هنا selected furniture room from home center اعطاني ال product كل product والويبسايت بتاعه كل product والويبسايت بتاعه زي ما احنا شايفين طبعا انت ممكن تقوله home center على حسب البلد اللي انت فيها انا هنا محددتلوش البلد اللي انا فيها ولكن زي ما انت شايف هو ايه ابتدا انه هو يديني كل item اللينك بتاعه وسعره قدقيق ومواصفات لكل واحد من دول هنا view all files in this task حيوريك كل الحاجات اللي استعام بيها لهذا الطاسك وزي ما احنا شايفين دي الصورة وهنا living room اللي نسبه او recommendations لو شايفها من الhome center ويبسايد selected furniture from home center وكل واحد وسعره قدقيه بتبتدي كمان تعمل download عشان يكون عندك الصورة كreference هنا بيقول لي create a website showing casing the furniture recommendation and visualization ممكن يعمل لي زي ويبسايد كده يوريني كل قطعة من دول ويحط لي تحت كل قطعة السعر بتاعها طبعا هو بقى حيقعد يشتغل على هذه القصة احنا يعني ايه مش هنضيع فيها وقت انا ممكن اعمل stop فيش داعي للطس كده ان احنا نستهلك فيه credits تعال نشوف حاجة ثانية هنا حتدي اقول له انا عندي three item images عندي ثلاث صور لمنتجات عايزة ابيعهم وكل منتج قلت له عايزة بيع ده بكام وده بكام وده بكام ويعني based on these four photos بناءا على الاربع صور دول انا استخدمت تقريبا يعني الاوامر اللي هو استخدمها ولكن انا غيرت فيها الايتم تبعا للأيتم اللي انا عايزة ارفعها وحطت الاسعار الخاصة بيا please help me create very attractive product images عايزة كده الصور تكون جذابة واتركتف بفانسي ستايل والبكجراوند اللي انت شايفه السيناريو اللي انت شايفه وحبتدي ان انا ارفع الصور انا رفعت وابتدي ادوس enter وشوف حيطلع لي دول 3 صور انا عملت لهم تصميم على canva تي شيرتات وفي كمان منهم تي شيرت او وودي او شيرت او وودي وابتديت ان انا ارفعهم وحنشوف دلوقتي هيعمل ايه في الاخر والنتيجة هتكون عاملة ازاي فلو انت عندك منتجات عايز تباحها سواء كان جديدة او مش جديدة وحطت لكل واحد فيهم سعر معين هو حيعمل لك كل حاجة وحنستنى نشوف النتيجة مع بعض هنا في عندي ستة خطوات هنا بيوريك ستة خطوات عشان تشوف العملية هتمشي ازاي اول حاجة بيبتدي انالايز بعد كده هيعمل سيرش لي السيناريو ويجنريت الاتراكتف برودكت هيحط الاسعار اللي انا عطي هالو ويفاليديت كل حاجة في الاخر ديني الريبورت وفي الاخر انا مفعالة في الكروم ان هو يديني نوتيفيكيشن وحنشوف بعد ما يخلص في الاخر هنا عطاني الثلاث تصميمات الخاصة بالمنتجات ووصف لكل واحد فيهم تعالوا بقى نبص كده على التيشرت الاول وده التيشرت التاني وده التيشرت التالت وعلى كل واحد فيهم تحتي في وصف ممكن انا اطلب بانه ان انا هو يعمل لي او يعني يعمل دعاية لهذه الايتم وحبتدي ادوس انتر هو بس عيبه مش عيب بصراحة مش هعتبره عيب هو بياخد وقت شوية اتمنى بس انه هو ما ياخدش وقت كتير جدا في هذه الخطوات وحنشوف دلوقتي مع بعض النتيجة تم الانتهاء من الويبسايد اللي هو عملهولي او الوان بيج ويبسايد بيورهولي طبعا على الكمبيوتر بتاعه بيقول لي هل تحبي ان انا اعمل له publish in public ممكن انا اقول له accept يعني ما عنديش اي مشكلة خالص بيبتدي اعمل له deployment عشان نشوفه تم الانتهاء منه جاهز هبتدي اقول visit وقادي ليه هتختار دول كمان يعني حاجة بصراحة في منتهى الاحترافية stylish second hand finds يعني من غير اي مجود هنتفي بهذه الامثلة وكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة اتمنى يكون فيديو النهاردة اعجابكم زي بقولكم في نهاية كل فيديو اشوفكم فيديو قادم باذن الله تعالى وما تنسوش تدعمونا باللايك وشير وكممنت لو كنتم متابعين الاعزاء ولو كنتم بتشوفون الاول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته